اشتركوا في القناة 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 أخبر الأسياري هذه الكودات التي اظهرت في السيارة السيارة هي وهيه هذه الكودات الموجودة هو Speed Control Switch 2 Circuit High Stored ليس Active P0622 هو Active تشييراتور Field Control Circuit Open كود لبعده P0626 جنراتور في كوده كونترول سيركيت هاي شايف انت كل الكودات عم تتكلم على جنراتور جنراتور يعني الدينامو اللي هو بولد كهربا اوكي فانت لما تشيش تفرج هتلاقي انه كليات مربوطين بالكهربا احنا اسا بهمنا هون بهمنا الكود هذا هذا الاكتف اللي هو الجنراتور فيلد كنترول سيركيت بما انه السيارة ضويت لك على داشبورد لمبة البطارية وعطيك مشلف الدينامو والدينامو تبدل وضلت نفس المشكلة اذا فيه كلام كبير في الموضوع لذلك اول شي بناخد الكمبيوتر وبعدين نتفرج على خريطة الكهربا لنفهم كيف السيستم شغل هون اعزائي زي ما انتوا شايفين هاي تشارجنج سيستم لنفس السيارة اللي هي تعتبر طابع على شركة كرايزرل هاي الويرنج دياجرام مع ارقام البن مع الويرات فخلينا ناخد اوفر فيو بشكل عام عندك الكنترول هو الكنترول مدول طبع السيارة بياخد من الجنراتور هذا هو الدينامو هذا الدينامو هذا الستارتر هذا هون عندك علبة الفيوزات اوكي هون عندك البطارية وهون عندك اللي هو زي المستشعر اللي يركب على البطارية بيقص الفلتج تبعها وبيعمل فيدباك لكمبيوتر السيارة عساس انه السيارة تعرف قديش البطارية الليفل البطاري مثلا صارت مية في المية بيفصل عليها الشارج عشان يطول عمر الجنراتور وطبعا بيقص الانترنال او المقاومة الداخلية للبطارية عساس انه تعرف انت عندك شدة الطيارة بتختلف مع المقاومة وفرق الجهد يعني في عندك انت قوانين اوم بتتحكم في كهرباء السيارة طيب شو هو المبدأ المبدأ عندك هذا اللي هو السنسنج هذا الجنراتور سنسنج بيكون لونه احمر C1 53 وهون 51 اللي هو السابلاي فعندك انت الجنراتور بيعطي كهرباء للباور ترين فبيعطي له كهرباء من الفولتج راقيوليتر اوكي بيعطي له كهرباء من الفولتج راقيوليتر والفولتج راقيوليتر هون الكنترول بيفتح الكهرباء فالجنراتور هون في عندك هون بيعطي كهرباء لعلبة الفيوزات وكمان هون هاي فيه سبلايس واحد بيروح لعند سبلايس يعني مفترق بتلاقي يعني الوصلة هحط لكم صورة تشوفوا شو يعني سبلايس هاي سبلايس فواحد بيروح على ستارتر وواحد بيروح على البطارية وهون عندك طبعا الجراوند وهون عندك البطاري سنزور فيه لسه هي طبعا انت لما تطلع الويريك دياجرام مش هيطلع لك كله كامل هتحط انت تطبعهم احسن على ورق وتحطهم جن بعض طيب الحين الجنراتور تبدل والسيارة لسه ضاوية على الداشبورد البطارية لمبة البطارية البطارية تشرجت مية في المية وضلت المشكلة فصار الاشتباه وين هون وهون طيب اول شي فحصنا الكمبيوتر وعطانا انه جنراتور فيلد جنراتور فيلد كنترول سيركيت يعني السيركيت هاي جنراتور فيلد كنترول سيركيت هاي السيركيت فقمنا بقياس الشارجنج سيستم يعني حط الملتيميتر على البطارية وشوفنا قديش البطارية عم تستقبل جهد في حالة التشغيل والاطفاء موسيقى موسيقى امام امام موسيقى اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 فأنا على طول برحت مجاوب وقلت له معناها بدك تغير الكنترول ما ديول أنا بالعادة دايما بنصح الناس إنه إذا في عندك مشلف كنترول يفضل إنك تفك وتتفرج على نقطة الحامل لجوه ليش لإنه هاي كنترولات بتسخن والسيارة بتتعرض للهز فمرات الأصدير على الحرارة وحنفلت من مكانه وهي القصة أنا حكيتها في لايفات كتير أنه كذا مرة صدفتني ألاقي السيارات فيها مشاكل عويصة وكونني مش لكلية كنترول إنترن الفولت وأفتح الكنترول ألاقي الحام بس فاكك من مكانه فأنا طلبت من سير جون زي ما شايفين هم في الشات قلت له أنه كنترول ما ديول بده يتغيره فهو قرر طلع أشطر مني ورح قرر أنه يفتح الكنترول من جوه وكانت المفاجأة زي ما شايفين طلعت البورد تبعة الكنترول من جوه عند اتشارجنج سيركيت أو دائرة الشحن طلعت الحام مفكوك منها لحم النقطة للحام المقطوعة والسيارة رجعت طبيعية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر